عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعده والقيادات الامنية كما تم التواصل مع مدير الامن وقيادات الاجهزة الامنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض ثوابت استراتيجية العمل الامني خلال المرحلة الحالية وما تحقق من اهدافها في شأن حماية امن المواطنين وزير الداخلية قدم التهنئة لجميع اعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الامني وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الامنية مشيرا الى ان الفترة الماضية قد شهدت تحديات ناجمة عن تداعيات الاحداث العالمية الجارية وان الجهود التي بزلت من قبل الاجهزة الامنية بتعاون مع كافة اجهزة الدولة كان لها بالغ الاثر في تحقيق الاستقرار في الاسواق وتابع مع القيادات الامنية بمدريات الامن على مستوى الجمهورية محاور خطة تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والاسعضة واطر التنصيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الامن ودعائم الاستقرار بما يرسخ الوجه الحضاري للبلاد وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الامنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الامني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهم والحيوية بالدولة وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل كما شدد على تكثيف الانتشار الامني بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما واماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الامنية والخدمات المرورية وعناصر الشرطة النسائية لملاحظة الحالة الامنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة كما وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريع والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والاكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات السابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الاغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولات المرورية وفي اطار ضبط حركة الاسواق وجه وزير الداخلية بمواصلة الحملات التمونية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقاومات الصلاحية للسلع لحماية المستهلكين والتصادي لمختلف الجرائم التمونية بخاصة محاولات حجب السلع بقصد رفع أسعرها كما شدد وزير الداخلية على التواجد الامني الميداني الفعال لكافة المستويات الاشرافية والقيادية لمتابعة سير الاداء الامني والتأكد من انضباط القوات والتزامها بتنفيذ الخطط الامنية على النحو الامسل كما اكد على اهمية مراعاة البعد الانساني أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الامنية والتصادي لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلة إليهم لحماية أمن المواطنين